هل إحنا النهاردة مش فاهمين بالزبط المسئولية اللي بتقع على الزوج وعلى الزوجة؟ هل النهاردة بنلاقي في مشاكل زي الندية مثلاً؟ في مشاكل زي أنت عملت أنا عملت أنت قلت لا أنت تعاضي في البيت؟ مثلاً الحاجات دي هل النهاردة إحنا مش قادرين نفهم أو في لبس فكرة المسئولية بتاعت كل حد فينا إيه؟ يعني خلينا النهاردة نوضح كده المسئولية في الإسلام على الراجل إيه وعلى المرأة إيه؟ طيب خلينا نقول أن أول مسئولية في الأسرة هي مسئولية فتح الحوار أن يبقى فيه حوار داخل الأسرة أن ما يبقاش فيه واحد فيهم شايف مشكلة وبيقول أنا هتحمل واسكت علشان أنا عايز الدنيا تعدي لا أنا من حق أن أنا أفتح باب للحوار ونشوف ده ربنا سبحانه وتعالى بدأ قرآنه الكريم بعد صورة الفتحة بصورة البقرة اللي أول قصة بتتكلم فيها البقرة بتتكلم عن فتح الحوار اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه مع ثلاثة من المخلوقات وحوار عجيب جدا يعني إحنا بنقول أنت بش قادر تفتح حوار مع زوجتك أنت بش قادر تفتح حوار مع زوجتك دراء مع زوجك ده ربنا سبحانه وتعالى فتح حوار مع الملائكة فتح حوار مع آدم فتح حوار مع إبليس إبليس بيقوله ما لك يا إبليس ما لك إيه حكايتك أنت ما سجدتش ليه وبيقوله أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من طين وبيقوله أنظرني إلى يوم يبعثون يقوله أنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فيقول له فبعزاتك لأغوينهم أجمعين فبما أغويتني لأخو وربنا سبحانه وتعالى بيدينا مثال إزاي إحنا كبشر يبقى عندنا ساعة صدر إزاي يبقى عندنا قدرة على الحوار يا أدمس كون أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شؤتما ولا تقربة كل حاجة كل اللي أنتم عايزين ولا تقربة هذه الشرارة فتكون من الظالمين ممكن الراجل يقول لمراته حاجة وهي ما تنفزهاش ممكن المرأة تطلب من زوجها حاجة وهو ما يعملهاش لكن المشكلة أنه ما عملهاش فأنا إما أقلب الحوار إلى خناءة إما أكتم في قلبي وشلهاله لحد ما يعدي فترة طويلة من الزمن وانفجر من راحته. لا ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن آدم عليه السلام وأن السيدة حواء عليها السلام هيعصوا ربنا سبحانه وتعالى أو هيقع منهم النسيان. فربنا بيقول له إذن فيه بسؤولية على الراجل ربنا بيقول له ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة ونادى هما ربهما. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعلم القصة. لكن بيعلمنا نفتح الحوار حتى لو اللي قدامي أخطأ ونادى هما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدوب مبين فبيقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا معلش إحنا غلطنا. إحنا أسفين إحنا مش هنعمل كده تاني ده مهم جدا حتى حتى فكرة أن المرأة دايما هي الغلطانة دايما واخدنها من أن هي حواء هي اللي أغوت آدم وقالت له كل من الشجرة مع أن القرآن ما تكلمش عن كده خالص يعني الشيطان بيقول إيه؟ القرآن بيقول إيه؟ فأزل لهم الشيطان أزل لهم هما الاتنين فوسوس لهما يبقى ما وسوس الحواء وحواء هي اللي وسوست لآدم لا ده ربنا يعلم أن اللي وسوس للاتنين هو إبليس أن اللي وقع في الخطأ هو آدم وحواء معا إنما إن أنا في الأسرة أحمل الزوج كل التبعات وكل المشاكل أو أحمل الزوجة كل التبعات وكل المشاكل يعني هي مسؤولية على الرجل كمان إن هو يسمع مشاكل مراته عشان فيه ناس كتيرة بتقول أنا مش ناقص نكد أنا لسه جاي من الشغل مش عايز أسمع مش عايز أسمع مشاكل مش عايز أسمع نكد هي خطرت اللي على هواها الراجل والمرأة لا بالعكس إحنا عايزين بالزبط آه يعني لا بس معلش أني أنت عمرك لقيت أنا ما ما سمعتش ستة بتقول إحنا مش ناقص نكد بالعكس ستة عايز تتكلم عايز تتكلم بس مش عايزة تسمع إحنا عايزين نقول إن الطرفين لازم يتكلموا والطرفين لازم يسمعوا الطرفين لازم يكون عندهم القدرة على الحوار الطرفين لازم يعبروا كمان بالتعبيرات المهمة يعني كتير مننا شايف إن المتدين لازم بقى شخص متخشب لازم بقى شخص ما بيقولش كلام طيب لمراته طيب تعالوا نشوف أكتر شخص إحنا نعرفه في الإسلام متديني النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيكلم عن زوجته بيقول إيه إني رزقت حبها دلوقتي ينفع شيخ يطلع ويقول للناس أنا بحب مراتي ده أنا رزقت حب مراتي ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول أني عن السيدة خديجة إني رزقت حبها ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع السيدة عائشة لما سئل من أحب الناس إليك لو حضرتك سلت من أحب الناس إليك هتقول والدي هتقول أخويا حتقول لكن النبي بيقول عائشة كتير مننا ما بيحبش يذكر اسم امراته قدام الناس بيكسف اسم امراته قدام الناس النبي ذكرها قدام الخلقه من احب الخلق اليك قال عائشة قال له من الرجال قال ابوها يعني درجة المحبة توصل لحد فين النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وقل لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي احسن يعني يقول التي هي احسن يعني مش بتختار بين الكلمة السيئة والكلمة الكويسة لا انت تجيب الكلمات الكويسة كلها كده وتختار احسن كلمة فيهم عشان تقولها لزوجتك عشان تقولها لابنك عشان تقولها لاخوك عشان تقولها لجارك عشان تقولها لزميلك تختار افضل واحسن وارقل عبارات عشان تتكلم بيها